اهلا بكم مفتاة مطبخ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد طاصة رانين كنت جاباها بمية جنيه ده الريفيو بتاعها الريفيو النهاردة عن الطاصة دي دي طاصة شاريتها من رانين كان عليها عرض بمية جنيه طاصة كريب هقول لكم مميزاتها ويبقى حلوة جدا جدا في عملي الكريب عملت فيها الكريب عملت فيها البانكيك عملت فيها العش الشامي حلوة جدا جدا وهي حجمها حلو دي تلاتين سنتي اه اه كمان بس جربت فيها الفطير اه يعني اول فطيرة بتطلع حلوة جدا بعد كده بقى بتلاقي الفطيرة من على الاطراف اه بتلاقي في الناحية ده مخصوص يعني بسات اه بيتحرق اه لان الحتة دي ارفع من الحتة دي اه جيت في مرة اعمل فيها بورجر وبنية وكده اه مشوي منفاش لان عملي الحرف هنا صغير عن باقي الحروف بتاع الطاصة اه دي مميزاتها بس هي كمان مش مش جرانيت ولا تفال يعني بسوا اسمعوا الصوت تحس ان هي عاملة زي الصواني الصاج بتاع زمان عيوبها بقى ان هي اه بعد ما بعمل الكريب بعوز انشفه جربت فيها لقيته بتحرق فبقيت اعمل الكريب بين العيش ويحمص العيش بعد ما اعمله صندوتيات في الجريل التاني العيب التاني لما الخليط بتاعك بينزل من الحتة الصغيرة دي بصوا بتبقى عاملة ازاي من ورا ده مكان الزيت وانتي بتدهيني كده قبل ما تحط الكريب اه مهما غسلت فيها ما بيطلعش للأسف اه بس هيك استعمال عيش بورجر اه عيش اه اسفا كريب طحفة جدا اه هحط لكم برضو في الفيديو اه عملت فيها العيش ازاي وابرضو الفطير هوريكم وكمان اه اي حاجة يعني استعملتها فيها هحط لكم الفيديو بتاعها اه يا رب ان شاء الله تكون من الرفيوهات اللي بعملها لكم مفيدة اه هعمل لكم برضو ريفيوهات عن اي حاجة شاريتها دي انا شاريتها بقى لي اكتر من اه سنة انا مش بحب اعمل ريفيو على طول غير لما الحاجة جربها وعرف حلوة ولا وحشة فعلا قبل ما حد ما يشتريها لان دلوقتي يعني الواحد مش عايز يشتري حاجة ويرميها اه لو هتشتريها الكريب حلوة جدا جدا غير كده ما اعتقدش انها هتنفعك قوي يعني اه ان شاء الله تجربوا الطاصة دي وتقولولي عندكم في البيت لو جبتوها باي باي